تسبب قرد صيني في عاصفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوجهه الذي يبدو مشابها لوجه بشري وإلى حد مذهل كما أن تعبيرات القرد المذهلة عبر هذا الوجه غير المألوف كانت الأكثر إثارة للجمهور وتم تصوير القرد بحديقة حيوان في الصين من قبل رواد الحديقة الذين أثار هذا الحيوان المذهش انتباههم لكن مقطعا لطيفا سجله أحد الصياح سرعان منتشر على وسائل الإعلان الاجتماعي الصينية وجرت مشاهدته أكثر من مليون ونصف المليون مرة منذ نشره في بداية الأسبوع